ده هيخدني على الاختيار في الجزء الثالث اللي هو معني جدا بتوصيق مرحلة شديدة الأهمية بل هي شديدة الحرج حكم الإخوان في مصر زي ما احنا كنا حتى نقول وقتها ده حكم المرشد هم يقولوا ده حكم محمد مرسي إلى آخره لكن هي مرحلة حرجة جدا لما عرض عليك الاختيار بسيط عليه بنظرة الأيدولوجية ولا بنظرة هذا توصيق للتاريخ ولا بنظرة مختلفة تماما صغها خالد الصاوي لنفسه ولدوره في هذا المسلسل كتجسيد لخيرة الشاطر بس سؤال جميل بس سؤال جميل بس عايز جمع مركب كده مركب بس صح هو الفكرة أنا بحاول أنه هو أنا كنت الأول لما بقفش فكرة قاعد أفحص ومححص فيها لما جبها من كل يعني عايز أقولك أن أنا خلصت حقوق دخلت كلية الفلسفة قراب قسم الفلسفة لمجرد ومنتسب وأنا مش عال محامي وبتاع وبدور في الفعل اللي لسه هعمل إيه لمجرد أن أنا أحسم قضيانة الشخصية فيما يتعلق باليسار واليمين والإيمان والحاد والتوفيق بين العقل والدين دي حاجات بتاعت أنا مش عايز مش هاخد شهادة هنشتغل بيها ومش هعم بيها حاجة ده النفسي لدرجة أنه هو مرة حد من اللي قاترة سأل قال مين اللي عامل الورقة دي اللي هو الإجابة دي فروحتوله مش لأنها جاب عظيم بس لأنه واحد ببرطع يعني واخد براحه قوي وبكتب قال لي قلت له أنا بحاول أنه أنا أعمل حاجة قال لي أنا قال لي هتبقى فلاسوف بس قلت له لا مش عاربش أعمل لي أنا أنا عايزة أبقى فنان أنا حاليا محابي وبدرس فرساء عايز أنا أفهم في قصدي بعد بقى مامسك الفكرة اللي أنا بتلعت عيني على موصلها دي كان صعب علي أن أنا أسيبها إلا بعد سنين مؤخرا في الأربعينات يعني من عمري ممع أنه الأربعينات دي بدايتها هي نجاحي على المصرح بعد كده نجاحي في السينما بعد كدا في التليفزيون يعني هي مشت مع بعضها إلا بدأ نوع من الحكمة في الأربعينات افتقدتوا في الخمسينات بس إني وهي يعني الله انا هو الخمسينة دي قصة ثالثة المعيلا اللي بتؤخرة فجالي في الإحساس بإنه كل محد كان يستقبلني ويديني لقب آقلى أولي قولي الفنان المثقف أولي مش أنه لوحد المثقف في فنان المثقفين كتير بس يمكن أنا الرقايا الحاجة التانية أنه هو حطني في قلب تم فضلك لا عايزة أطلع بمهرج دور الجاي أو رجوز إنت ليه حتى زنقلي أهو في المثقف ده لما عادي يقوللي الفنان اللي عنده موقف المناضر يا الله تبقى فرضي أنا عايز أعب الحرامي أو عايز أعب يا فضلت وده بالتبعية وداني إنه لما الناس تبدأ تقوللي عجبنا قوي دورك في كذا قعد أسمع الأسباب فأفكر الأسباب دي بقى مشكلتها إن أنا ممكن أركن عليها في اللي جاي الناس عجبهم كذا فبقاها يعني أدي لهم الشواء اللي هم عايزينهم تفهم أزي؟ ده خطر جدا يعني الحاجات اللي هي المفروض حطها في رصيدي الكويس أنا حسد أنا بتكلم صيني والله حجب كامل مجمع يعني صدقني تمام أوكي آآ فبدأت أطور أدواتي أو أحاول آآ أجرب وأغير في أدواتي نفسها مش عايزة أبقى قديم مش عايزة أوصل لمرحلة خالة الصاوي بيقالت خالة الصاوي اللي الناس حبيتهم ومش عايزة أبقى خالة الصاوي اللي بيقالت خالة الصاوي اللي عجبه خالة الصاوي فهايت لأن شغلة خالة الصاوي في الحقيقة اللي الناس بتسقفلوا عليها على حالي حعلى أيها؟ هي اللو ما يبقاش خالة الصاوي في كل ذهور ما يبقاش تكرار لَخالة الصاوي وميبقاش خل إنه هو النهاردة ميبقاش خل ده اللي بيحب الخيرت أو المهدس خيرت النهاردة الراجل اللي في ده لإنه جاء لأن التمثيل أصلا عملية ملبوسة غريبة ملبوسة دي من فضلكم حد شربوتها بقى من فيه اللي أزرع ويقول لك تلابس معه وجاء لا هي شغلية غريبة جدا إنت اللي بتفكر فيها يعني إحنا فهمين المغني عشان راجل تلاقي نفسه بيزينا بنقعد غني في الحمامات وفي البتاع على حسن الحقيقة اللي بيكتب يا سلام على الخيال والجميع اللي بيعزف إنه التمثيل غريب واللي أغرب من الناس تحبه يعني أنا حبيت إنه أبقى ألعب يوسف وبعد شوية ألعب طارق وبعد ألعب حنق طب ماشي أنا حبي أعمل كده زي ما إحنا أطفال بنحب نعمل كده يعني شوية أبقى الغريبة خد بلاك يا مسئلة ملبوسة دي دايما أظنها مرتبطة بالفن في عمقه يعني أنا أتذكر في طريقة جدا توفيق الحكيم نفسه كان بيكتب فيه سطور كثيرة جدا فيه أعمال مختلفة على شيطان الشعر اللي بيداعب عقله من وقتة للتاني بيقولها كده نصا بس عشان الناس دا سبطوا أفشى شيطانتي والله هتلاها بعد كده ويعملوا عليها حدية تانية خلص بس يوسف وخالد من أتباع من أتباع الشيطان آه طبعا يا جماعة أنا شفت في اليوتيوب الشهر اللي فات كله قريت خبر وفاتي عدة مرات ووفات ابني أنا بعد شو لها بس ووفات ابني وانا في أبدو على كده دا يتعمل لهم دكتوراه في الزيبة فابريك يعني جاب ان انا قلت كلب مات كلبي مات وده زي ابني مع ان انا كنت تعبين في فترة فعشان نخش ونشار ونعمل لايك فقصد بوك جدا يعملو كامل باختصار احنا لما بيبص على الأطفال هما بيلعبوا اه فيه تفري عادي بيلعب إيه لا بيخيل لا وللأسف بنقعد نفقده أو نحجمه أو نحبسه كل ما بنكبر طول الوقت اه تمام؟ فالفنان عنده فرصة عظيمة جدا 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 الدول يكون كل الخال في العالم ده ويبقى بيشتغل بيه طيب